موسيقى يستغل سرعات اللاعبين بتوقع وكانوا بيركزوا عن ناحية الشمال كلها لها ناحية أكرم توفيق وياسر إبراهيم أنت مازلت أنت عندك الكرة الأخطر أنت عندك ناكل حركة الأكتر إنما ما عندكش الارتكاز اللي طلبنا منه اللي يلغي كل تحركات المحلة دي يعني لو عندك اتنين وقفين اللي كنت بطالب بديونج وثلاء يكون عندهم شكل من العمق الدفاعي شوية النهاردة إنه على طول بيرد لك الكرة الكرة التانية بتاعتك ملكك أعتقد إن الشكل بتاع المحلة ده مش حيبة موجود لكن إنه في مساحات في نص الملعب برضو واسعة ومساحات كبيرة إن العيبة المحلة تستلم فيها براحتها يعني الكويس قوي شوية النهاردة بنون وأيمن أشرت ضمين شوية على نص الملعب فمش من خلين في مساحات أكثر لعيبة المحلة لكن لعبة النادل آلي ممكن يستغله أكرم توفيه النهاردة بيلعب كويس جدا بيلعب عرضيات وبيعمل كل حاجة هو اللي عمل نقطة الهجوم اللي بيهدد فيها فرقة المحلة لازم برستاو يبقى أكثر سرعة شوية أكثر تعامل يخش إن فولبود يبقى مع اللعبة بتاعتنا كلها يحسس محمد شريف إنه هو موجود معاه في المنطقة الجزائر يحسس كل اللعبة اللي موجودة إنه يقدر ينفذ أي شكل هجومي في هذه المنطقة مستر المسلمين لابد أن يكون عنده شكل وتفكير في حتة الفراغات اللي هي موجودة في نص الملعب والمساندة الهجومية في الشرط التاني بإذنه كابتن علاء فرقة محلة بعد الهدف شكلت خطورة كبيرة جداً على مرمان نادي الأهلي قابل الهدف قابل الهدف أخطر فرصة في المباراة 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 المحلة كتصعبة شوية لكن هناك شيء مفاجئة بالنسبة لي شكل الملعب شكل الملعب إذا كنتم تخير من استحلال المساحات دي من الفرقة شكل الملعب لا ده يمسك الكورة ده يسيب له مساحات ده يمسك الكورة بسيب له مساحات وده مش يعني مش صلح لها دي الأهلي واحد سفر نتيجة مش كبيرة مولئة طبعاً خاصة المحلة ما بيلعبش مدافع زي ما كنا متخيلين سيب لك مساحات خليك انت بقى ذاكي واستغل انت المساحات لسيبها لعبت المحلة ودور على الهدف التاني بسرعة تقيت المباراة تماماً سفر اتنين دول بقى ثلاثة واكتر من كده لكن الملعب يعني من الاتنين المدرين فنين انا مستغرب ان ازاي المساحات موجودة في الملعب دي كل واحد بيستلم على ماله كل واحد بيسيب يعني انا سيبك تعمل هجمتك وهي اه وهي وزروفة فعلاً والله ايمن وتترد لا طبعاً يعني واحد سفر من بداية كويس لازم انت تبقى الاهداء لازم انت الاحسر لازم تقف المساحات كويس قوي بعض اللحظات كتابة في شوت الاول بيعجبني العبت الاهلي بعد الهدف بينقله الكورة هايل ده المطلوب الاستحوذ وان الكورة حد المكان الخطر لازم التلت الأخير يقل في ضغط هجوم اكتر من كده محمد شريف لوحده مش كفاية محمد مجد جات لفورس وصرف فيها كويس لكن بيرسي تو لازم يبقى موجود بكسافة اكتر من كده ولو لو تواجد مع محمد شريف هتلاقي في خطر كويس ممكن تجري هدف تاني لاني لعبة المحلة ما بترقبش يا ايمن حتى الكورة طويلة تلاقي بالشريف مفيش مرقبة شريف بسترام لوحده لكن لازم التكملة كتير لازم يخلي فيه شوية تكملة هجومية العالم علوه لان كل لعبك نحية اقرح كابنو سامن بقى هدف افشل ماتش تفتح بدري جدا وشوفنا مساحات كبيرة جدا في الفرقتين وشوفنا حتى المساحات كبيرة جدا بين الخطوط وبعضها بس ايمن الطريقة دي انا قلتلك احيانا بيبقى فيها مشاكل شوية لما لعب الهو بين الاتنين المساكين والمساكين ما يضغطوش يقربوا الخطوط قوي على الاثنين متوع نص الملعب والعكس الثلاثة القدام لما يقربوش قوي لتحت عشان يقفلوا نص الملعب المشكلة ان المحلة ابتدى ببداية هجومية سريعة وبالذات مركزين الجانب اللي فيه اكرم توفيق حطين فيه عبدو يحيى اللي احنا كنا متوقعين هلا ابن حتلمين واحمد عفيفي وهم الاثنين عاملين شغل كواس مع هاب سامير اوهات فوافي بالروح لأسامة كمان فوافي بالاخر فوافي الاول كان بيلعب احنا قلنا مش يلعب على الطرف ناحية عالي معلول الاول اقعد كده بتاع تلاتين دقيقة او خمسة تلاتين دقيقة وبعد اخر سبعة ثمان دقيقة عشر دقيقة جي ناحية اكرم فتحس الملعب كله ميل لينة وليهم ناحية اكرم يعني تحس ناحية عالي معلول مش موجودة ودي كمان عاملة مشكلة في ايه او المشكلة جاملة ايه انه قفشا بيلعب ناحية الشمال قفشا سيب ناحية الشمال ناحية ًعلي معلول وبيجي ناحية الجنب اللى فيه أكرم وساعب ببقى ناحية برستают كمان فكل الجنب ميل ناحية دي فعالي معلول ملغي ناحية الهجومية ونفيش مددس المساعدة ليه كمان حد يلعبه يروح لبيرست countryside احنا بيرستاه بيروح بير rightly كثير قوي ناحية الشمال عام ما بيكون ناحية الميل فهي النص الملعب عايز 2 تمسك Changa احنا جيب نجوم بدري فلازم يبقى في استحواز شوية مش ما نخليش رتم المطش سريع 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 زي ما المحل عايزه لازم نهدى شوية هما هيستعجله وانت تقدر تستغل وتجيب هدف تاني فهي المشكلة السيطرة على وسط الملعب شوية صحي كابتن بلال للحفاظ على المكسب او زيادة رصيد الاهداف احنا معنا تلات نقر كاسبنين واحد سفر يعمل ليه او يتصرف ازاي مستر موسيباني شوت التاني زي ما قالوا الكبات الممكن احنا محتاج تهدى شوية محتاج تهدى شوية انت خلاص تكاسبان واحد سفر بتاع فرقة زي ما قلنا عبل الماتش اكبر مقاومتها هي الروح القتالية العالية والروح القتالية العالية من اسباب على فكرة المشاكل الدفاعي اللي موجودة عندهم يعني دايما تلاقي كورة الخاطر على الاهل اتنين بيخوش اتنين بيلتحموا جامعة قوة جدا فالكورة بتطيط على كده بالظبط الهدف جيه كده ان هدف جيك اتنين دخلوا على بعض الواحد يوم عايز يلعب الكورة فبالتالي عارب يفقد الكورة حماس الزي نص ملعب بالظبط اتنين بيدخول على كورة جميع فدي برغم من هي حاجة جيدة جدا ولكن برضو بتخلق عندهم مشاكل كبيرة جدا لو قدرت انت كنادي اهلي تستغلها بشكل كويس ممكن تسجل من الهدف زي ما اتفقنا وقلنا قبل الماتش في وقت من القوات هيجي لك وقت انك لازم تستغل الهجمات المرتدة السريعة النهاردة انا شايف يعني فرسي توبيامل مجهود جامد جدا جامد جدا قوة جدا ولكن مجهود في بعض الوقت مش في مكانه مش في مكانه تمام انت محتاج بالسرعات اللي موجودة عجلة تكون جنب الشريف زي الهجمة المرتدة اللي حصلت وراح وراوغ ولعب اللي شريف شريف حطاه محتاج في وقت من الوقت انت كنادي اهلي انك تلعب على الحتة دي عشان تقتل الجيم هدف تاني يأتي للجيم طول من انت شغل مع المحلة طول من انت واحد سفر الجيم صعب لان هما روحهم ما بيهدوش في الملعب يعني متواغلين بلعبوا بحماس عندهم سرعة ممكن يكونوا فنيا مش عالين قوي لكن روحهم القتلية مخليهم في الملعب موجودين لهم تواجد كبير لان كل احفهم بمس الكورة عايز يبصر التاني وعايز يجري وعايز يدافع وعايز يهاجم الكلام ده ممكن يقل شوية شوية التاني ممكن يقل شوية التاني ممكن تلاقي المخزون البدني يقل عند لعبة المحلة لكن يلجأ لبعض التغيرات مستر مسماني شوية تاني ممكن يلجع لبعض التغيرات بدري يعني واحده الأهلي هكذا اكيد لا ليس بدري هيستنى شوي لكن انت محتاج انك تلعب كرتك الطبيعية بقى محتاج انك تستلم تستحوز تلعب تهدى شوه في نص ملعب تبني هجمات احنا بنيش هجمات احنا اشتغلنا زي ما المحلة بيشتغل هم بيلعبك بسرعة وانت عايز لعب بسرعة بالضبط لا مفروض انت تهدى شوية انت المفروض انت اللي تتحكم في رتم الاداء وتسيب هو اللي يجري على الكرة تسيب هو اللي يشتغل بالسرعات لكن احنا بنعمل احنا جريناهم في طريق اللعبة انت بتلعب بسرعة وابلعب بسرعة بس هو روحه العالية القتالية اعلى منك شوه النهاردة في الماتش ده فممكن لقدر الله يدخل معك في الجيم لو انت مقدرتش تنزل بريتم الماتش شوي انت ملعبتش الكرة بتاعتك Quando.. هاو يعيش مثلة المباربه او لو انت ممسكش الكرة تاعت kavل وورك على رجل يحنا النهاردة في الماتش كرات طولية واحد اتنين وتلعب كرة طويلة واحد اتنين وتلعب كرة طويلة واحد اتنين وتلعب كرة طويلة واحد اتنين ١ ні killer في كل اللقاءات هذا حTI والنادي الأهلي برضو الشوت الأول في مشكلة صغيرة كده أنك بتلعب بجنب واحد انت الملعب ماي لناحية اليمين كله على أكرم توفيق لازم تنوع شوية علي معلول لازم يشتغل شوية حتى بقول لك أبشا لما لقى الجنب كده هو كمان بييجي ناحية اليمين ويسيبين علي معلول الواحده خالص فلازم يبقى عندك بالنس شوية لازم تعدل الملعب شوية عشان يبقى عندك اختراقات من ناحيتين عشان يبقى الهجوم عندك من ناحيتين كل التوفيق لنادي الأهلي شوت تاني إن شاء الله هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم بعد نهاية أحداث المباراة أرجوكم انتظرو